لم تحمل جرسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن جديداً هذه المرة عدا ما جاء به إلى المجلس المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث من تأكيدات على جدية الانسحاب العسكرية الحوثية الأحادي الجانب في الحديدة راجعوا صدى الإحاطة المخيبة للأمال من جانب جريفث كما ترى الحكومة كان سريعاً فقد أكد منذوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعيد في مداخلة له أمام مجلس الأمن عدم قبول الحكومة الشرعية بأي إجراء لا يخضع لمعايير الرقابة التي وضعتها قرارات مجلس الأمن ولا يلتزم بمفهوم العمليات وجدد السعيد في الوقت ذات استعداد الحكومة للعمل الجاد لتنفيذ بنود اتفاق السوكولم بكافة مكوناته حول الحديدة وتفاهمات تعز وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية وانتقد فريق الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار بمحاوظة الحديدة من جهته إحاطة المبعوث الأممي واعتبرها محاولة لشرعنة وجود ميليشيا خارج القانون واعتبر رئيس الفريق اللواء صغير بن عزيز في تغريدات له على تويتر أن جريفث لم يراعي القرارات الدولية عند امتنانه للميليشيا الحوثية التي قال إنها تقتل الشعب اليمني ورأى بن عزيز أن المبعوث الأممي يرى أن الحفاظ على موقعه أهم من حياة الملايين من اليمنيين بل أنه يدعم وجود ميليشيا خارج القانون ويحاول منحها غطاء دولياً ويسعى لإنقاذها وفرضها على الشعب اليمني وشرعنة وجودها بكل وسيلة جرعة التفاؤل التي ضخها جريفث أمام مجلس الأمن جاءت مشوبة بقلق بالغ حيال إمكانية انخفاض مستوى الإنجاز الذي تحقق خلال الأيام الماضية أو تقويضه بالكامل كما يرى جريفث ولم يستثن حتى الحديدة قال قن كان له ما يدعمه ميدانياً فقد شهدت الحديدة اندلاعاً للمعارك اشتباكات في حي سبع يوليو شمال شرق المدينة وفي محيط هيئة تطوير تهامة في جنوب المدينة وتزامنت هذه المعارك مع غارتين لطيران التحالف على محيط مدينة الصالح السكنية تلها تحليق مكثف لطيران الأباتشي في سماء المدينة ومثل مشهد الحديدة جزءاً يسيراً من مشهد أكثر عنفاً كان مسرحه العاصمة صنعاء التي نفذ فيها طيران التحالف عدة غارات جوية وصفت بالنوعية وشملت عدة مواقع وأحياء سكنية وخلفت العشرات من الضحايا المدنيين